أسعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الضاد سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية الاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الضاد العصفور الأبيض ذهب سكر مع صديقه درار إلى الحديقة شاهد العصفير الملونة والأشجار الخضراء سقط عصفور أبيض على الأرض حمل درار العصفور ووضعه في العش فرح الأولاد وضحكت العصفير النهاية ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الضاد وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة من الصور التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الضاد ثم تنتقل إلى قصة حرف الضاد ستقوم عزيز المفكر بالاستماع إلى قصة حرف الضاد وتأمل الصور الموجودة أمامك ثم محاولة إعادة سرد قصة حرف الضاد بلغتك الخاصة هنا عزيز المفكر عليك أن تقوم بقراءة الكلمات التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الضاد وأن تميز أشكال حرف الضاد بحسب موقعها في الكلمة بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيز المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الضاد وتمييز صوت حرف الضاد اسم الحرف ضاد صوت الحرف ض وأيضا عليك نطق حرف الضاد مع المدود القصيرة الفتحة الضمة والكسرة ض ض ض ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف الضاد مع المدود الطويلة الألف الواو واليا ض ض ض وأيضا عليك تجريد حرف الضاد من الكلمات المعروضة أمامك وأيضا أن تضع دائرة حول حرف الضاد من بين الحروف الموجودة أمامك وهنا عزيز المتعلم في هذه الصفحة عليك القيامة بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة مثل المقاطع الصوتية رو ض تو عندما نجمعها سوية تصبح كلمة روضة وأيضا عليك تحليل الكلمة إلى مقاطعها الصوتية ككلمة رياض المقطع الأول ري الثاني يا الثالث د وأيضا عليك تهجئة وقراءة الكلمات والجمل بصوت واضح وسرعة مناسبة مثل كلمة ضربة وجملة قفز ضفدع ضحى على الأرض وهكذا أما في هذه الصفحة عزيز المتأمل عليك إيجاد حرف الضاد وذلك من خلال تتبع النقاط لإيجاد حرف الضاد وأيضا عليك أن تعدى كم ضفدعا في الصورة وتكتب العدد في الفراغ المناسب وأيضا عليك أن تعرف كم حرف ضاد في الصورة وتكتب العدد في الفراغ المناسب وأخر مهمة لك عزيز المهتم في درس حرف الضاد هي مهمة مهارة الكتابة هنا عزيز المتعلم في هذه الصفحة عليك القيام بدورك فتقوم بكتابة حرف الضاد في بداية الكلمة وحرف الضاد منفصل وأيضا كتابة حرف الضاد مع المدود الطويلة ضا ضو ضي ولا تنسى أن تكتب كلمة ضرار بالشكل والاتجاه الصحيحين هذا كل ما لدينا أحبة الصغار في درسنا لهذا الأسبوع درس حرف الضاد